بص هو كمان لازم رسالة توصل للاعبي منتخب مصر بشكل قوي جدا لان بعض اللاعبين ويمكن على رأسهم كابتن محمد صراحة حدث عن فكرة يعني الشغف ما كانش قوي بمنتخب مصر الأداء اللي تقدم أمامكو تيفوار بالتأكيد بالتأكيد انت لسه في دول 16 لكن فكرة انك تنجح انك تقدم الأداء ده نلاقي الروح دي موجودة في الملعب بالتأكيد انت لمست الشغف ده موجود على أرض الواقع ودي وجهة نظري دائما وأبدا منتخب مصر هو القادر على صناعة الشغف الجماهيري هو القادر على انه يجعل كل جمهير كرة القدم المصرية تلتف حاوله حاوله بالأداء والنتائج لما كان فيه أداء وكان فيه نتائج كل المصريين عندهم منتخب مصر رقم واحد بالتأكيد هيفضل منتخب مصر هو رقم واحد لكن لازم تكون عندك دور انك تقنع جمهير كرة القدم المصرية اللي لا تقتنع بسهولة ده محتاجة أداء ومحتاجة نتائج ده احنا بنعاني في أوقات كتيرة جدا والنادي الآلي بيستحوز على البطولات تقريبا ولكن أيضا حالة الرضا لازم كمان تتشبع بالأداء فأنا شايف اللي حصل في منتخب مصر الروح اللي احنا شفناها الحالة اللي حصلت والصورة تحديدا اللي حصلت بعد إصابة الشناوي وخروجه خلف المرمى ويجي أبو جبل لما الحكم ينهي المباراة ونروح لإكسرا طايم وتلاقي أبو جبل ما كانش فيه فرصة يروح للشناوي ويتطمن عليه والشناوي يشد من أزره دي روح واللقاء اللي اتعامل بعد المباراة فكرة أننا واحد وكلنا بنخدم مصر بالتأجيد بيوصل لنا الكلام ده ده المطالب روح تشيرت منتخب مصر وطبعا دي سجلة الشناوي في فرص يعني وانت عندك تعقيب طبعا الشناوي يعني ده واحد يا جماعة عارف يعني إيه فكرة أن أي حد في الملعب المهم نكسب أي حد في الملعب المهم نكسب لا فارق أهلي ولا زمالك ولا أي شيء دي الروح اللي بتخلي الناس تلتف حولي المنتخب لكن انت عندك تعقيب على كابتن عصام الحضري لأن حالة جديدة وإحنا انتقضنا هنا وتكلمنا أن بنتمنى كابتن عصام الحضري يتعامل مع فكرة التدريب بعقلية مختلفة عن الحارس اللي كان دايما بيكون فيه منافسة قوية مع غيره من الحراس لو كنا بنستعرد تاني الصور بتاعت كابتن عصام الحضري كابتن عصام الحضري من بداية المشهد جماعة الفريق كله جري على بعد ركلة الجزاء الأخيرة جري على الملعب عشان يحتفلوا مع بعض كابتن محمد الشناوي بدأ يجري وبعدين لقى نفسه مش قادر فرح نازل وساجد لأن الإصابة مأثر عليه كابتن عصام الحضري في اللحظة دي كان بيجري على نص الملعب عشان يدخل للعبين فبص كده بترفعينه شاف كابتن محمد الشناوي وهو قاعد كابتن عصام الحضري كلنا كمان عارفين كابتن عصام الحضري ولحظة زي دي وحابب ياخد الفرحة ويعيش اللحظة لا هو ساب الفريق وراح راجع راح لمحمد الشناوي نزل سجد معاه وبعد كده حضنه وما راحش لنص الملعب وقتها غير لما حس بمحمد الشناوي عامل ايه وخد معاه اللحظة انا بشوف ان ده فيه نطج كبير جدا من عصام الحضري تعتقدوا ان المشهد يا جماعة سيكولوجيا لازم لما تيجي تتكلم فيه تقيس طبيعة المشهد دي لحظة صعبة جدا تسيطر على رد فعلك فيها وانت بتشوف كله بيجري ده اندفع تلقائي انما ان انت تيجي تشوف ان محمد الشناوي مسندتك ليه النفسية في اللحظة دي ادعى من اي حاجة انا كان بالنسبالي دي بداية عقلية الحضري كمدرب وتمنى دي بقى تكون فعلا فعلا خبرات تراكمية بدأت تيجي مع الحضري مع الوقت اتمنى ده يعني يكون هو ده الاستمرار على ده وانا اتمنى ياخد الاتجاه ده بالتأكيد صامر حضري كحارس مرمى خدم منتقب مصر بشكل كبير وخدم اسمه بشكل كبير مع منتقب مصر واي لعب اي لعب يتمنى يمثل منتقب مصر لكن دي كانت لقطة مهمة جدا نقف عندها لقطة الشناوي وهو ساجد في اللقطة او راكلة الجزاء الاخيرة اللي سجددها كابتن محمد صلاح والفرحة الكبيرة جدا اللي حصلت ده بالتأكيد روح بتنعكس داخل ارض الملعب لقطة ابو جبل وهو خارج للشناوي تاني بنقول ان دي روح بتقول ان فيه توفيق ان شاء الله هيلازم المتخب لان راكلات الترجيح دي راكلة يعني طبعا بعد اللقاء الشناوي مع ابو جبل انا عجبني جدا الحالة اللي بين الشناوي وبين ابو جبل بيعجبني جدا الحالة دي لان مركز حراسة المرمى لا يتحمل غير لعب واحد فقط هو اللي بيلعب ودائما وابدا بيكون فيه ثبات في حارس المرمى حارس رقم واحد حارس رقم اثنين لكن لما بتكون دي الحالة بنتمنى التوفيق بإذن الله لمنتخب مصر